الحكمة يقول هذا السائل من النهي عن سب الريح لأن الريح مأمورة مأمورة لا يجوز سب الدهر ولا سب الريح ولا سب الأشياء التي هي من الله سبحانه وتعالى لأن سبها سب لمدبرها وهو الله سبحانه وتعالى في الحديث لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وأيضا في حديث آخر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليلة والنهار شيخ وصف الريح بأنها سريعة أو شديدة هل فيها شيء؟ لا أو باردة لا بأس بذلك هذا وصف الله ما هو سب لها وإنما هو وصف لحالتها